بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائي الطلبة سنقوم بإنجاز هذا المثال أو هذا التمرين الذي يقول نهاية 3x زائد 1 ناقص جذر x مربع زائد 15 على x ناقص 1 لما x يقول إلى الواحد لو نعوذ تعويض مباشر لاحظوا أبنائي لو نعوذ تعويض مباشر سوف نجد هنا كم سوف نجد هنا أربعة وهنا ستصبح 1 زائد 15 اللي هو 16 جذر 16 ناقص 4 على المقام 1 ناقص 1 وتسوي لنا صفر على صفر الآن بما أن وجدناها صفر على صفر اعلاموا أننا قلنا في فيديوهات التي من قبل أبنائي ماذا قلنا؟ قلنا لما نجد صفر على صفر هي إما نجد الاختزال الاختزال أو العدد المشتق أو العدد المشتق أبنائي هذا الشيء تحدثنا عليه سابقا في الفيديوهات الموضوعة على القناة على اليوتيوب وهي قناة الأستاذ نوردين الآن هنا كذلك نستعمل الاختزال لكن لا يظهر في وسط العمل سيظهر لنا أنه سوف يحدث عملية الاختزال لاحظوا جيدا أولا نأتي إلى هذا المثال ما علينا إلا الضرب في ماذا أبنائي؟ الضرب في المرافق ما معنى المرافق؟ معنى هذا العدد هذا الجزء الذي تلاحظونه هنا سوف نقوم بضربه في مرافقه ما هو المرافق؟ المرافق دائما يكون في هذه الأمكنة لاحظوا إذا جعلنا هكذا هنا يكون المرافق هذا هو المرافق هو ثلاثة x زائد واحد زائد جذر x مربع زائد خمسة عشر لكن تقول القاعدة بمن أن تضرب عليه عليك أن تقسم كذلك هذه قاعدة لا يمكن أن تضرب في شيء ولا تقسم أو توضيف شيء ولا تنقس هنا يصبح ربما أن تتفرض أشياء من عندك إذن قلنا المرافق ما هو إذن كما تتذكرنا إذن نلاحظ جيدا كيف تصبح لاحظوا جيدا أبنائي إذن نجعل هنا نقول تساوي ماذا تساوينا لمثالة x زائد واحد جذر x مربع زائد خمسة عشر على x ناقص واحد لاحظوا جيدا أبنائي المرافق ما هو نلاحظ ما هو المرافق ها هو المرافق أبنائي كما تلاحظون هنا جليا المرافق هو مفترق طرق هو بالإشارة لاحظوا إلى الإشارة فقط إشارة الحمراء فقط إذن نلاحظ جيدا هنا سوف نقوم هنا بوضع الأقواس هكذا لأن العملية يجب أن تكون فيها أقواس لأنها أصبحت الآن فيها عملية ماذا؟ عملية ضرب هكذا أبنائي هنا كذلك علينا أن نضع الأقواس ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا أبنائي لأن هذه الأمور مهمة جدا لكم هنا كذلك عليها بوضع الأقواس هكذا لأنها عملية في إلا أن لا تنسوا أبنائي أن هناك قاعدة ماذا تقول؟ تقول هذا الشيء درستموه كما تطابق شهية رغم ثلاثة إذن تساوي أنه مربع ناقص بمربع ما معنى؟ معنى تساوي أنه هذا مربع ناقص هذا مربع هذا الثاني لما نربعه أكيد سوف الجذر سوف يذهب بكل بساطة نتابع جيدا أبنائي كيف تصبح الأعمال إذن قلنا هذا مربع يعني تصبح هكذا تصبح ثلاثة إكس زائد واحد الكل مربع ناقص ماذا؟ ناقص هذا الذي نضع له الجذر سوف يذهب بالجذر معناه ناقص إكس مربع زائد خمسة عشر ولكن هكذا وهنا هكذا في الفي نكمل العمل الآن ما علينا الآن إلا عملية نكمل عملية النشر تساوي ماذا؟ لاحظوا جيدا تساوينا لميت لاحظوا جيدا منها سوف نكمل العمل هكذا كي يكون إذن المقام يبقى كما هو سوف نكمل مع البسط إذن المقام ها هو أمامكم لاحظوا جيدا نتركه كما هو لاحظوا إذن عفوا لاحظوا أبني هنا تصبح هكذا إلا أنه هنا بما أنه هذا جداء شهر رقم واحد يسوي مربع الأول ما هو مربع الأول وهو تسعة إكس مربع زائد نضع في الجداء وهو ستة إكس زائد مربع ثانين وهو واحد ناقص ندخل على هذه الجهة الناقص تصبح الناقص إكس مربع الناقص خمسة عشر تلاحظوا جيدا إذن ماذا تصبح هنا أمامكم سوكب لما نكمل الحساب ركزوا أرجوكم أبنائي فقط تصبح تساوي limit ماذا limit إذن نضع خط الكسر هكذا نترك المقام كما هو يعني لا نتعب معه سوف نتركه كما هو لاحظوا أبنائي هكذا وهنا كذلك هكذا دائما قلنا بينهم القوس القوس لأن عمله مدفئ الآن نتيل البسط عندنا هذا مع هذا كم يصبح ثمانية إكس مربع وعندنا ستة إكس وعندنا ناقص أربعة عشر لأن هذا مع هذا يؤتينا ناقص أربعة عشر المقام نتركه كما هو الآن ما علينا لاحظوا جيدا أبنائي لو نعوذ الآن في البسط بالقيمة واحد تعالوا نعوذ في البسط بالقيمة واحد ماذا نجد نجد ثمانية في واحد زائد ستة ناقص أربعة عشر تساوي السفر ماذا نوجدنا يعني نلاحظ أن الواحد جذر لهذه العبارة الواحد هو جذر لهذه العبارة أبنائي هنا بما أن أصبح جذر يعني يعدم هذه العبارة ما علينا الاستعمال القسمة الإقليدية تابعوا جيدا نقول هكذا ركزوا أرجوكم لأن هذا مثال مهم جدا عليكم بالتعلم هذه الخطوات نستعمل القسمة الإقليدية لاحظوا كيف نستعملها هكذا نكتب من هذه الجهة العبارة وهي ثمانية ثمانية إكس مربع زائد ستة إكس ناقص أربعة عشر ومن هنا نكتب إكس ناقص الشيء الذي يعدم هذه ما هو والواحد يعني تصبح إكس ناقص واحد لو كان النقص واحد تصبح زائد واحد هكذا تعالوا الآن نطبق ثمانية إكس مربع ثمانية لاحظوا ثمانية إكس مربع على إكس لاحظوا ماذا يحدث تصبح تساوي ثمانية إكس الآن نبدأ نقول هذا في هذا كم ثمانية إكس في ناقص واحد تصبح ناقص ثمانية إكس ثم ماذا ثم هذا في هذا ثمانية إكس في إكس تصبح ثمانية إكس مربع ركزوا لابنائي حتى تعلموا إلى هذه الأشياء لأنها أشياء مهمة جدا ماذا تصبح ماذا تقول ندخل على هذه الذي في المقام الناقص يعني هنا الناقص وهنا الناقص تصبح هنا زايد عندي هذا مع هذا يذهب إلى الصفر وعندنا 6 مع ثمانية تصبح زايد أربعة عشر إكس ننزل هذه الناقص أربعة عشر إلى هنا تصبح ناقص أربعة عشر نكمل الآن كذلك عملية القسمة أربعة عشر إكس على إكس لاحظوا أربعة عشر إكس تساوي ماذا اربعة عشر لاحظوا جينا حتى تعلموا الان نأتي اربعة عشر في ناقص واحد كم تصبح ناقص اربعة عشر وعندنا اربعة عشر في اكس كم تصبح اربعة عشر اكس ما علينا الان ابنائي الا ادخال عليهم الناقص لما ندخل الناقص تصبح هنا ناقص هكذا وهنا زائد هكذا ونكمل الحساب عندي هذا يذهب مع هذا تصبح صفر وهذا مع هذا تصبح صفر اذا ماذا تصبح ثمانية اكس مربع زائد ستة اكس ناقص اربعة عشر اكيد سوف نكتبها هكذا لاحظوا جيدا ارجوكم حتى تعلموا يعني تصبح ثمانية اكس مربع ناقص زائد ستة اكس ناقص اربعة عشر تساوي ماذا اكس ناقص واحد في ماذا في ثمانية اكس زائد ماذا زائد اربعة عشر يعني لو ننشر هذه الجهة سوف نجد هذه الجهة بابسط طريقة ما علينا الان الا التعويض هذه القيمة في هذا المكان كي يحدث عملية تسمى ما ذكرته في الاول عملية الاختزال لاحظوا جيدا ابنائي وتعلموا من هذه الاشياء لانها مهمة لنا اذا تصبح هكذا اذا نكتب هنا نأتي هنا نجعل الليميت هكذا ونأتي هنا بخط الكسرة لاحظوا تصبح ماذا تساوي لنا ذكرت قلت تصبح تساوي لنا اكس اكس ناقص واحد لاحظوا في المقام كذلك عندنا اكس ناقص واحد ماذا بقي لنا في البسط تصبح تساوي لنا في ثمانية اكس زائد اربعة عشر لاحظوا ابنائي في المقام بقي لنا ماذا بقي لنا الجذر سوف نأتي بالجذر دائما يعني بالمرافق لاحظوا جيدا ابنائي هكذا ما هي العمل التي ترونها الان مناسبة اكيد كلكم تقولون يا استاذ علينا بالاختزال لانها عملية عملية في ليس الزائد لو كان الزائد لا يمكن لك ان تختزل تابعوا جيدا نكمل الان العمل بابسط طريقة بقيت لنا تساوي لنا اذا ماذا يبقى لنا لاحظ سوف نكمل هكذا ركزوا ارجوكم لان هذه الامثلة امثلة تحتاج الى شيء بسيط فقط من التركيز ثم تصبح لها كقاعدة لما ترى اي مثل تفهموه تصبح تساوي لنا ثمانية اكس زائد اربعة عشر على ماذا على ثلاثة اكس الذي هي كما تلاحظون بقيت لنا هذه هنا لاحظوا هذه كما تلاحظون الان ما علينا الا ابنائي الا شيء نسميه التعويض تعالوا نقوم بعملية التعويض رويدا رويدا ونلاحظ ماذا سوف يحدث تصبح تساوي ماذا تعالوا الان نعوذ بالواحد نعوذ هنا بالعدد واحد وهنا بواحد وهنا عفوا وهنا بواحد يعني في مكان الاكس تصبح ثمانية زائد كم اربعة عشر اللي هي كم اثنان وعشرون تصبح اثنان وعشرون على ثلاثة زائد واحد كم ثلاثة في واحد هي ثلاثة زائد واحد اربعة وهنا ستة عشر تحت الجذرية اربعة اربعة زائد اربعة ليس نقص اربعة تصبح كم تصبح تصبح ثمانية بما ان يمكن هنا القسم على اثنان وهنا القسم على اثنان ماذا تصبح تصبح احد عشر على اربعة بهذه البساطة ابنائي تصبح احد عشر على ماذا على اربعة وهذا عدد اولين فيما بينهم يعني نتركها كما هي إذن لاحظوا ماذا وجدنا انطلقنا من عدد ووجدنا عدد إذن الدلة هنا يعني يمكن أن نقول أنها الدلة مستمرة عند هذه النقطة وهي نقطة يعني إحداثيها A نعم إحداثيها هي A إذن 1 و 11 على 4 فقط هي مجرد نقطة إذن النتيجة النهائية التي نتحصل عليها من خلال هذه أنها هي ماذا وجدنا تساوي كم يا ابني وجدناها تساوي لنا 11 على 4 بهذه البساطة إذن أول شيء تذكروا أن لما نجد سفر على سفر إما الإختزال إما عدد المشترق الآن بعدما ضربنا لا يمكن أن تختزل في الأول بعدما ضربنا قمنا بالضرب في المرافق ظهر الإختزال لوحده فقط إذن تذكروا هذه الأشياء وفي الأخير أتمنى أن قد أعجبكم الشرح وزوروا موقعنا اللي هو صفحة الفيسبوك لي الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته ترجمة نانسي قنقر